السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن طريق التضليل الصف والعمود بمجرد اختيار الخلية في الجداول في برنامج الاكسل مما يسهل عملية الادخال وقراءة الجداول في البرنامج ويقلل الأخطاء عند الادخال كما تشاهدون في هذا المثال عند الضغط على أي خلية يتم تضليل العمود والصف نبدأ على بركة الله في البداية نقوم بالذهاب إلى أي خلية فارغة خارج الجدول نقوم بتسميتها يسم معين مثلا ا 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 انتر. تلاحظ انه تم تسمية هذه الخلية بهذا الاسم. اختصار ليك ولم ننبر وهو رقم العمود. مع نؤكد ان هذا الاسم الار كابيتل لتر والان كابيتل لتر. الخطوة الثانية نقوم بالذهاب الى علامة التبويب المطور. في حال عدم موجود علامة التبويب المطور في برنامجك. قم بالذهاب الى اي مكان فارغ في الشريط العلوي. ثم اضغط بزر اليمن للماوس واختار تخصيص الشريط. تمثق لك هذه النافذة. اذهب الى تخصيص الشريط. ثم تأكد من وجود علامة الصح في مربع اختيار المطور. ثم اضغط على موافق. اذهب الى علامة التبويب المطور ومن تعليمات برمجية. ثم اضغط على بيجوال بيسيك. تمثق لك بهذه النافذة. تأكد من وقوفك على نفس اسم ورقة العمل التي تعمل عليها. ووجودك في نفس اسم البرنامج. ثم اذهب الى هذه القامة المنسدلة. واختر ووركشيت. يظهر لك هذا الكود البرمجي. يوجد في وصف الفيديو. اه كود. قم بنسخه ولسقه في هذا المكان. معنى الكود هو انه اه رو انيو وهي اسم الخلية التي قمنا بتسميتها قبل قليل. برو انيو. رو انيو تساوي اكتف سيل دوت رو. نقول للبرنامج قم بوضع رقم صف الخلية الفعالة في هذه الخلية. ونفس الخلية التي قمنا بتسميتها قبل قليل. هذه الخلية. قم بوضع رقم عمود الخلية الفعالة في هذه الخلية. ثم نقوم باغلاق شاشة الفيجوال بيسيك. الان تلاحظ انه عند الضغط على اي خلية. تلاحظ ظهور. نقوم بتكبير الخط. تلاحظ ظهور رقم الصف ثلاثة في هذا المكان. ورقم العمود خمسة واحد تنين تلاتة اربعة خمسة. رقم العمود خمسة. هذا يمثل رقم العمود وهذا يمثل رقم الصف. مرة اخرى لو انتقلنا الى هذا المكان. تنين واحد. نقوم بتضليل الجدول. شكل كامل. ثم نقوم بالذهاب الى علامة التبويب الصفحة الرئيسية ومن جمعة انماط نقوم باختيار تنسيق شرطي ثم نختار قاعدة جديدة. تمثق لنا هذه النافذة. تحديد نوع القاعدة. نختار اخر نوع قاعدة. يتم تقليص حجم النافذة الى هذا الشكل. في هذا المكان الخاص بالصيغة يوجد كود اسفل الفيديو. قم بنسقه ونسقه في هذا المكان. بهذا الشكل. الكود يقول في حال كان رقم صف الخلية اي تينين يساوي الرقم الموجود في هذه الخلية. قم بوضع التنسيق التالي وهو تعبئة نقوم باختيار هذا اللون. ثم في الخط نقوم بالارضع خط غامق ثم موافق ثم موافق. الان تلاحظ عند الضغط على اي مكان انه تم تضليل الصف. اي لعمل تضليل العمود مع الصف. نقوم بتضليل الجدول. شكل كامل. ثم نقوم بالذهاب الى تنسيق شرطي ونختار قاعدة جديدة. ونختار استخدام صيغر تحديد الخلايا. نقوم بنسخ الكود الموجود اسفل الفيديو ونسقه في هذا المكان. معنى الكود هو في حال كان رقم عمود خلية اي تينين في حال كان يساوي هذه الخلية التي قمنا بتسميتها قبل قليل. وبوضع التنسيق التالي وهو التعبئة قم بوضع هذا اللون. ثم الخط قم بوضع غامق ثم موافق ثم موافق. الان تلاحظ انك في حال وضعت مؤشر الخلية في اي مكان في الجدول يتم تضليل الصف والعمود. في حال اردت ان تقوم بطباعة هذا الجدول. تلاحظ ظهور التضليل في الطباعة. لتجنب ظهور هذه علوان في الطباعة. قم بالذهاب الى مكان خارج الجدول. قم بالنزول حتى ينتهي الجدول. ثم قم بتضليل خلية خارج نطاق الجدول. سواء كعمدة او كجداول. تلاحظ عدم وجود اي تضليل. الان لو اردت ان تقوم بالطباعة تلاحظ عدم وجود التضليل. اخيرا نجب ان تتأكد من قيامك بحفظ الملف باسم. واند اختيار حفظ كنوع اختر اكسل ماكرو انابل. حتى يتم حفظ الملف مع الكود. ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.